على هذا العشب الأخضر تجتمع شبيبة أم الفحم من كل حارتها كبارا وصغارا كل ليلة في مباريات ودية خاصة لشهر رمضان الكريم أقيم هذا الدوري بمبادرة قسم الرياضة في أم الفحم إيمانا بأهمية إيجاد الأطور اللامنهجية لشريحة الشباب طبعا في أم الفحم وفي باقي البلدان العربية يعكفون دائما على دوري رمضان في أم الفحم ما يقدر في خمس دوريات رمضان في الأحياء وإحنا ككسم رياضة برضو كل سنة دوري للكبار دوري للمدرسة الثانوية الإعدادية والابتدائية طبعا أول شيء الأجواء الرمضانية الحلوية ثانيا من ناحية تربوية ورياضية يعني اليوم كثير شباب بلقوا حالهم في دوري من هالنوع اللي بالكلهم إطار تربوية وإطار رياضي في رمضان اللي مارسوا الرياضة اللي بحبوها وتجمع شباب يعني جدا حلو وأجواء حماسية للفوز بالبطولي على الرغم من الأوضاع المتوترة التي عاشتها مدينة أم الفحم في السنوات الأخيرة لا تزالوا تجدد عهدها مع شريحة الشباب الذين يعولون على هذا البلد ويرون في مشاركتهم في هذا الدوري انتماءا لبلدهم من تسع سنوات ما لمست الطابة أنا حكم كرة قدم بالأساس سابقا بس اليوم أنا متواجد مع الشباب بصراحة يعني طب سعادي طب سعادي أم الفحم هي أم الخير إذا بد أقول عن أم الفحم أم العطاء أم الشهامة نستغل شهر رمضان إحنا في عطاءنا وانتماءنا والتزامنا للمواطنين في مدينة أم الفحم إحنا نشوف كديش أهل أم الفحم هم أهل خيرين إحنا اليوم موجودين في شهر رمضان وما منتطلع إلا نكسب حسنات وكديش نعاون بعض ونقدم الخير ونكسب عن جد بالآخر آخر إشي عنا مهم لإلنا نقدس شهر رمضان العظيم إحنا كلياته عبادة ومحبة وإم الفحم فعلا صدقا إم الخير إم المحبة إم العطاء هاي إم الفحم إم النور إم الشهامة زي ما تشايفين يعني إم الفحم كل يوم فيه فعاليات وهاء إحدى الفعاليات اللي بتكون على أستاذ السلام اللي جي فيه للشباب والصغار وفيه فعاليات بالحارات برضو لا نسأل الحارات إنه هذا أهم شيء إنه ندمج الحارات بش بس نعمل نقطة معينة من بين هذه الأحداث المتسارعة يولد الأمل كما يقول أهالي البلدة ولطالما كانت هذه الفعاليات والأطر الشبابية بمثابة مساحة ليروح الشباب عن أنفسهم من خلالها ليعودوا بطاقاتهم إلى بلدهم ومجتمعهم كما يقولون